في حاجة معينة عملت فرميسيون شاركت في ورشة اللي عاونتك على السعيد الميهني متاعك ليه ما نتبع معناها في اللي قاعد يصير في مركز تكوين أما هنا ما عملت الحق ما نعرف برشة شباب معناها اللي تمتعوا بالفرصة هذي وقاعدين معناها استفادوا منها لما حالة في المسيرة متاحهم العملية تعرف اللي زيدا أيضا إنسان ربا بش يتحصل ربا على معلومة ولا بش يكون عنده تكوين في مجال معين يعني يدفع برشة فلوس بطبيع هنا برشة من الناس متاعرش اللي الدولة اتيح العديد من الفرص بش تعطي تخليك تتكون في العديد من المجالات بينصور من خلال الورشات التكوينية وغيرها والهناء يدخل التكوين المستمر اللي لحقيقة دائما نسمع على مختلف الأنشطة اللي يقوم بها التكوين المستمر وبصفة دورية اللي هنا بش نحكيه على الأيام المفتوحة للتكوين المستمر تحت شعار التكوين المستمر مستمر سمحوني يفتح أبوابه للمؤسسات الاقتصادية ألوغ بش حكيه بينصور بأكثر تفاصيل ألوغ يستعدني برشة 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 إنه يكونوا بحذينا ضيوفنا الكرام بينصور نحب نبدأ بترحيب بمدام سيميرا نسيج رئيسة الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بالقاروين مرحبا بيك مدام سيميرا عايشك بنورتنا بينصور في البلاتو مدام سوس النطوير المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالقاروين مرحبا بيك مدام سوس مرحبا بيك الله يخليك بنورتنا وأيضا سيخ ميس السعدوي رئيس الغرفة الجهوية اللي هيكل التكوين الخاص وبينصور ممثل لتكاعة لليوم مرحبا بيك سيخ ميس كما كنا وقدمنا في بداية المداخلة على أهمية التكوين أهمية التكوين أنجرنا على الإنسان قد ما يقرأ وقد ما يتعلم دائما يدخل في تطوير الذات تطوير المهارات في المجال العملي في المجال المهني وهذا يرجع بالعديد من الفوائد على كل العاملين هنا أول حاجة مدام ساميرا نحب دامده معك أنت وبالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بيانصور وما يعرفوش أو مش ماخدين فكرة واضحة على التكوين المستمر خنعرفوا شنو التكوين المستمر أول حاجة أهلا وسهلا مرحبا بيك نور مرحبا بمستمعي إذاعتكم وإذاعتنا جميعا إذاعة الحياة أحنا اليوم فرصة ليأينا بش نقدم المركز المتاعي المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية اللي هو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تم إحداثها منذ سنة 1993 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني المؤسسة بتاعنا هذه المركز الوطني نحن اليوم في إطار تحسيس بالأيام المفتوحة للتكوين المستمر اللي هي بادرة من المركز بتاعنا تحت شعار المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية يفتح أبوابه للمؤسسات الاقتصادية بالضبط كما قلنا المركز أو تكوين المستمر هو غير ما يعني يخول للعاملين أو الشغالين باش يتمطعوا بالعديد من الورشات التكوينية الفورماشيون اللي تنجم تفيدهم على السعيد المهني هي فرص للشغالين باش يواكبوا تكوين اللي هو ينفحهم اللي هو يزيدهم في الكفاءات متاحهم باش يتحصلوا بعض على طرقية مهنية او اعداد برامجها التكوينية من خلال معناها المرافقة اللي يزديها اعوان المركز في كامل الجهات معناها احنا عنا 24 تمثيلية للمركز في كامل تقرب الجمهورية موجودين رافقوا المؤسسات وايضا احنا نتصرفوا في آليات تمويل البرامج التكوينية وايضا نوفروا عروض تكوين المستمر للناس اللي تقدم لشغالين فيتشغالين وهذا اللي تحكي عليه انتي احنا ديما الشغال ديما يقعد يستحق الكفاءة جديدة يستحق بش يتطور من مهارات متاعه دونك مايقعدش حابس معناها تخل الشغل ساي تحصل على الشغل بتاعه دونك انتهى الموضوع صح يلزم ديما يلوش كيفاش ينمي من القدرات تمتاعه باش يحافظ على موقع الشغل متاعه وإلى تطور من ديتو ايضا باش يلقى معناها فرصة جديدة البعث مشروع ولا معناها الفرصة جديدة للتشغيل فرح ابواب اخرى بتاع تشغيل واضح مادام ساميرا يعني لهنا يجب لي نسأل شكون المؤسسات اللي ينجم يكون تعناه أو اللي موجه لها هالي بروغرام اللي تعملهم أو اللي يقدمهم التكوين المستمر احنا المركز متاعنا يقدم خدماته للمؤسسات الاقتصادية سواء العامة وإلى الخاصة طبعا بشروط ايوه طبعا بشروط اذا نحكيه احنا على آليات تمويل التكوين المستمر باش نحكيه على زوس آليات اللي هي التسبق على الأداء الكريدي دمبو فاهمي كريدي دمبو نسقل تعرف اللي هو اسمه معناها الكريدي دمبو هذي التسبقات تمنح للمؤسسات الخاصة فقط اللي هي تستجيب طبعا لشروط بالنسبة لل أو سمحني تسبق على الأداء للمؤسسات الخاصة والعامة والعمومية بالنسبة للدروات التراج اللي هو حقوق صاحب هذي يوجه أو تنتفع به فقط المؤسسات الخاصة وفقا لشروط طبعا نجمو نحكيه على هذي أسوير أنا بشتلعكي شنوه شروط للدفاع يعني في هكا كيفاش نقولوا الشروط الواضحة أو الكبيرة اللي ينجموا ينتفعوا بها فمش حاجات هكا نجم نلخص هلك بالنسبة للتسبق على الأداء هذي المؤسسات المنتفع هي المؤسسات الخاصة على الأداء على التكوين المهني اللي هي يفوت نسبة أو الأداء متاحة على التكوين المهني للسنة السابقة لسنة الانتفاع الألف دينار يفوق أو يساوي الألف دينار هذي عندها أحقية الانتفاع بالتسبقة اللي هي نسبة مئوية ما تفوقش 60 بالمئة من الأداء المستوجب للمؤسسة للسنة السابقة لسنة الانتفاع الان موانزة معناها 60 بالمئة من الان موانزة هذي بالنسبة للشروط متعتسب على الأداء آلية تتسبع على الأداء بالنسبة للحقوق الصحب حقوق الصحب هذي طبعا المؤسسات الخاصة فقط هي عندها الأحقية في الانتفاع بآلية حقوق صحب أيضا مؤسسة يجب تكون وضعياتها الجبائية مساوية مساوية اللي وضعية الجبائية متاحها مش مساوية ما تنجمش لانتفاع ببرامج تمويل على آلية حقوق الصحب حاجة أخرى المؤسسة يلزم مش شروط الانتفاع يلزمها تكون ساهمت في في التكوين الأساسي معناها استقبط الاستاجير الطربوسات أو المطربسين معها بالأشكال الثلاثة اللي هما التدريب المهني والتكوين بالتداول وأيضا الطربوسات التطبيقية الإجبارية واضح يعني غير ما هذوم الشروط لخصتهم بالنسبة للآلية لانتفاع التكوين مستمر تمويل برامج تكوينية على التكوين مستمر واضح جدا نمشي معاك شيخ ميش وكطرف انو انتفعتوا دجا أقبل وصار ما بينتكم بانسور التعامل كيفاش كانت التجربة واسكم زيل فما التعامل وين كانت الدفيرانس بانسور وين حقق التعامل هكا التغيير غيالما في المؤسسة الاقتصادية شكرا على الاستضافة وتحية إلى كل مستمعي حياة الفام بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالجهة استفادت بعدة برامج في شكل حلقات تكوينية وكان لها الأثر الإيجابي في تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية متى هذه المؤسسات خليها معناها تواكب التكنولوجيات الحديثة تكنولوجيات الحديثة معناها اللي موجودة في العالم بصفة عامة اللي رواها كاش تتطور من يوم من كل ساعة تقريب معناها كذلك حافظت على مواطن ديمومة هذه المؤسسات زيادة الإنتاج والإنتاجية لهذه المؤسسات وبالتباع المحافظة على مواطن الرزق لذلك هذه بالنسبة للمؤسسات اللي فيه في نتاق حقوق سحب الفردي أو في التسبق على الأداك ما ذكرت الأخر سميرة أو المعروف التسبق على الأداك معروفة احنا عرفوها أو العمومي عرفوها تيف بي بالنسبة للليتكا ونفو دليتكا عنا احنا غرف جهوية غرف معناها في مختلف تمثل مختلف القطاعات كذلك استفادت ببرامج مدة سنوات معناها ببرامج كما ورشية ميكانيكة السيارات الإلكترونيك للعموم تصليح الجاسم الصناعات التقليدية النجارة الألمنيوم النجارة الخشب كل هذه القطاعات استفادت ببرامج وكان لها الأثر الإيجابي معناها في الرفع من قدرات ومهارات معناها العاملين في مختلف هذه القطاعات سيخ مايس بصفة مجانية لهنا بالضبط يعني بلشة مولا من الدولة بالضبط في نطاق حق الساحب الجامعي خاطر الحقوق الساحب ثم نوعين حق الساحب الفردي وحقوق الساحب الجامعي بضبط بالضبط بتوفير نتصور قبل مايتم يعني تنفيذ في الأيام المفتوحة للتكوين المستمر يصير تنسيق ما بين أيدكم على وين يتم التنسيق بضبط معاكم في اللي بروغرام اللي يقدمها التكوين المستمر تيكي ساحا عسليما ومرحبا بالمستمعين لكل نشكرك على الاستضافة هي فرصة باش نقدموا برامج وزارة التشغيل وتكوين المهني وباش نقدموا سخطو المبدأ الاساسي اللي تمشي عليه الوزارة وكافة الهيكل تحت الاشراف اللي هو الشراكة والتنسيق بين كافة المدخلين في مجال تكوين المهني نحب نذكر ايني ولا نحب نعطي فكرة صغيرة ومقتصبة على المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل اللي هي تدخل في كافة المجالات وفي كافة المستويات بكري انتي كبديت المداخل الحوار دونك اسئلت امين قتلوا عندكش فكرة عب تكوين تمتعتش بالتكوين احنا في التكوين المهني عنا حاجة اسمها التكوين الاساسي اللي هي موجهة اللي اللي ما عندوش مهارات اللي ما عندوش كفاءات دونك نعطيوه كفاءات بش ينجم يدخل للسوق الشغل ويتحصل على على وظيفة ولا على على شغل وفما التكوين المستمر اللي هو اسمه فيه تكوين مستمر دونك ساسوباز انو فما فما اساسيات موجودة فما مهارات موجودة التكوين المستمر بشي ساهم في تطويرها وتدعيمها وهذا كعليش الفئة الكبيرة اللي نتوجه لها عن طريق التكوين المستمر هي فئة الشغالين فئة الشغالين الهدف الكبير علاش هو تطوير الكفاءات متاحهم بش يتطوروا في المهنة متاحهم بش يتحسنوا في المهنة بش يتطوروا في مسارهم المهني وبش يعطيه للإضافة للمؤسة اللي هما يشتغلوا فيها وهذا كعليش البختونير الرئيسي في المنظومة الوطنية متع التكوين ماني والتشغيل هي المؤسة احنا قاعدين نكونوا للمؤسة التكوين الاساسي لفئة المؤسة بش نوفرها المهارات لي حاجتها بها والتكوين المستمر كيف كيف لفئة المؤسة ولفئة الشغال بش المؤسة تطور من الانتاجية متاحة تطور من المردودية متاحة تطور من التنافسية متاحة على المستوى الوطني ولا حتى على المستوى العالمي دوك هي هالمنظومة هذية بكافة المداخين متاحة الهدف هو تطوير الكفاءات وهو اني نعطي اكثر فرصة للمؤسة بش تلقى دي مخشية مثلا بش تطور في النشاط متاحة ونعطي فرصة للشغال وللشباب اللي يحب زيدا يطور في التشغيلية متاعه بش يلقى زيدا فرصة في سوق الشغل وفي المؤسات العلاقة بينتنا احنا كهياكل احنا توزار التشغيل والتكوين المهني الوحدة الجهوية تنشط تحت اسراف وزار التشغيل على المستوى الجهوي فما تنصيق كبير بين هياكل الوزارة وبين الشركاء المهنيين متاعنا وشركاء الاجتماعيين فيها عنا لجنة جهوية للتكوين المستمر اللي تم فيها دراسة مطالب التمويل بالنسبة لمؤسات الاقتصادية وفما كيف كيف كما حكي سيخ مايس على حقوق الصحب الجماعي فما كيف كيف اللي مندرسوا فيها مطالب التمويل بالنسبة للمهنيين للغرفة المهنية في اطار حقوق الصحب الجماعي اللي متوفرش فيهم الشروط باش يتعضيوا على حقوق الصحب فردي وإلا على آيليت تسقع الأداء دوك احنا المنظومة كاملة راهي فيها تنصيق كبير بين كافة الهيكل والهدف كما قلت في اللخر هو تطوير الكفاءات وتطويق وتوفير الكفاءات الضرورية للجهة وللمؤسات الاقتصادية متاع الجهة باش تتحصل على كفاءات حسب الحاجيات متاحها هذي هو معناها اللي نحب نقوله ايني في اطار تكوين المستمر راهو قطاع مهم برشة مجال مهم برشة واحنا الأيام المفتوحة هذه معمولة لفائة المؤسات باش نشجعها ونحسها بأهمية الانخيرات في المنظومة هذه وبأهمية انها تتحصل وانها تنتفع من البرامج هذه بكري شوية سألت انتي قلت مجاني بذبت لازم لازم هذه معلومة مهمة جدا هي برامج برامج وضعتها وذات التشغيل والتكوين المهني فيا المركز الوطني لتكوين المستمر والطريق المهنية على ذمة المؤسات باش تنتفع بها باش تطور في كفاءتها وباش تطور من نشاط متاحها وتكبر في وسط السوق وتتحصل على أسواق وتقتحم أسواق جديدة لذلك معناها بالنسبة للمؤسات الاقتصادية لكل إن شاء الله يبدوا يسمعوا فينا المؤسات الاقتصادية راه الأيام المفتوحة معمولة لهم هما راه البرامج معمولة لهم هما ماذا بنا ينخرتوا وشروط الانخيرات راه كانت تقول فيها بكري مادام ساميرا شروط ما هيشي ما هيشي صعيبة برشة ما هيشي صعيبة برشة بالعكس هي برامج محدودة على ذمتهم اللي واحدة معناها أحنا صحيح يقولوا ايام مفتوحة صح ولكن نحنا على طول عام الخدمات على طول العام نحنا ايام مفتوحة على طول عام بوابنا مفتوحة ولكن خصوصية الفترة هذية علش نعملو توا ونعملو حاملة تحتيسية لخصوصية الفترة هذي بتو بددخ ماهام ساميرا مبارد تحكيلنا عن خصوصية فترة هذي اندي عملتنا الثانزيسيان إفكتفو ما ومشيت هزيتني للسؤال اللي بش نجع به للمدام ساميرا هذا هو يعني ش نقذبه بالضبط الأيام المفتوحة يعني أس كنتو ما تعملوا التورني كتكوين مستمر لبعض المؤسس تقطاب المؤسس يعني الاقتصادية أم أنه هما يجيوكم علش الفترة هذه بالذات فما حاجة من بعض فما دات هكا معينة لازم يكون فيها ديدلاين العديد من الأسئلة تطرح خلنا بدايه وساعة باش نقذبه بالضبط بالأيام المفتوح أحنا الساعة أنا رو اللي قالته مادام ساوسن فعلا رو أحنا ما نخد مكان بالتنسيق مع البرتنار متاعنا معناها البروفيسيونيل والسوسيال معناها هما الشركاء الاجتماعيين وثم الشركاء المهنيين وإحنا رو خدماتنا بتبيعهم الفيات المؤسس ومساهمة منا كما قالت مادام ساوسن في تطوير الاقتصاد الوطني رو احنا رو كيف نعطيه هالبرامج هدي نمنحو خدمات هدي للمؤسسات سيلي فائت المؤسس في الأخر الشغال باش يطلقى مهارات رو باش يرجعها على المؤسس باش تكون فما تطور باش تشهدو المؤسس آآ 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 رو كالاخرين الكل ينتفعوا معانا كيما اتحاد الفلاحين كيما شامبر دو كوميرس وكيما كونكت وكيما غيرهم معناها اللي هما يستجيبوا حسب شروط الانتفاع اللي مذكورة في النصوص القانونية الأيام المفتوحة هذية بيادرة تتعمل معناها من المركز الوطني للتكويل المستمر والتقيمانية بزفة دورية كل عام كل عام احنا نحملو شعار بالنسبة للسنة المركز الوطني للتكويل المستمر والتقيمانية يفتح أبوابو للمؤسسات الاقتصادية هذية يعني انو احنا رو موجودين يعني باش نجاوبو المؤسسات باش نوفروا المعلومة خاصة وحنا وجودنا توابينكم باش نوصلوا رو للإعلام للمؤسات ويعطيكم الصحة مع حياتة فاهم كان عندكم معناها البادرة دية يظل اول خطوة كانت مع الحياتة حياتة فاهم يعطيكم الصحة وان شاء الله زيد يكون عنا زيد تدخل مع باقي الجهات الاعلامية الأخرى لجم يتوفر شرط الاعلام باش توصل المعلومة الهدف شنوه هو انو نوصلوا البرامج هذية ونسك كل تنتفع وراهو نسك الفايت جهتنا فيه جهتنا تطوير جهتنا عنيش ليه جهة القيروين ما تنتفعش بالبرامج هذية اللي هي كما قالوا لو خيان نرايه كما هو معناها معناها احنا نقوموا به معناها خدمات مجانية معناها اللي باش ينتفع بالبرامج هذية تاعد تكوين مستمر بصورة مجانية هو تمويل من الدولة يا باش يكون تمويل مجاني مباشر سمحني تمويل مباشر على اساس حقوق صاحب وإلى التمويل اللي هو اعفاجي باقي لفاقية المؤسسة الاقتصادية اللي هي اه بطبيعة باش يكون عندها الاحقية في معناها بش بش تنتفع 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 واعفاء جيبائي واعفاء جيبائي في بورسونتاج واعفاء جيبائي بطبيعة ايوه مجرد انا تحصل على مقرر التمويل بطبيعة اذا هي طبعا انجزة برامج تكوينية الانتفاع دي روما يكون كن بشروط فما شرق مهم جدا هو الاستجابة او الشرق الاجل او احترام الاجل الاجل الانخراط في منظومة التسبيع الاداة اللي احنا التوى بش ندخلو غدوة غدوة في شهر فيفري موفى شهر فيفري هو اخر اجل للانخراط في منظومة التسبيع الاداة واضح واضح مؤسسة انا مراحل الانتفاع بالتسبيع الاداة عنا اربع مراحل المؤسسة تنخرط في منظومة التسبيع الاداة تنجز البرامج التكوينية متاحة تدخل على المنظومة بتاعنا احنا طوعنا منظومة منظومة مالك اللي هي نجم تودع عليها انليني معناها البرامج بتاعها التكوينية وتتحصل على مقرر التموين اللي هو المرحلة الرابعة والاخيرة اللي المؤسسة الاقتصادية نجم معها بتبع انا كنقول انخيرات في منظومة التسبيع الاداة انخيرات معها ما كاتب مكتب الجهوية للاداة على الاداات ساميرا هو لمحالة يتوال الحديث في الموضوع تسوي وضعيتها يا مدام نور يسم اذية اخر خطوة اللي تاخل مقرر التمويني من الوحدات الجهوية تسوي الوضعية الجبائية متاحها هاك النسبة المئوية اللي اخذتها وتعفيت منها جبائية تسوي وضعيتها الجبائية مع مكتب الاداات الراج عليه بالنظر واضح جدا مدام ساميرا ومشكورة جدا لحقيقة على كل هالتفضيحات هو يلمحالة يتوال الحديث على الموضوع والحقيقة ان شاء الله يكون انهاك معكم مصفحات يعني اخرى بينشوك مش نحكيه على الاهمية التكوين المستمر خاصة في المؤسسات الاقتصادية بيانشو خاطر ستخيز انه نعرف دور هالتكوين ان جنغال في تطوير يعني الشغال او يعني الانسان ان جنغال خاطر كما قلت انتي كلمة والقدرات يعطيك صحة او المبدينة يعني مش الانسان اخذي خدمرة وسباوا بالعكس ما قعدوش فرد نقطة دائما نحاولو انه نطورو من انفسنا في كلمة اخيرة نجع معك انتي سي خميس كنت حبها كضيف حاجة بيانشوغ اللي تومات باركالا بش تدخلوه على البروغرام او الايام ان شاء الله المفتوحة بختيغتوما في وسوية تقريبا انا شكرا بالنسبة للايام التحسيسية هي الهدف منها هي التعريف بمنظومة التكوين المستمر ودورها ماناها في الاقتصاد وماناها فيها فايدة كبيرة بالنسبة للمؤسل الاقتصادية والاقتصاد بصفة عامة دونك مش نعرض شوية على كلام مادام ساميره علاش اه فاين فيفرييه. القاتر الفيموليه هو الشهر الله لاني انتاع بداية طرح التسبق. في اخر يبدأه معناها في طرح التسبق من الاداء من على الاداء. الا في الشهر الله لاني سالة العملية عاي كانت قبل كن يعمل يمشي يعمل توسيل ونخياه وفنخراع التوصيل والكل. تاو ولا جيس يبدأ يطرح في التسبقة بداية من الشهر الأول متاع السنة الجارية يعتبر انخرط في التسبقة على الأداء معناها سهلة ياسر بالنسبة للمؤسسات و بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية معناها جيست يطلب من المحاسب متاعو يقول وراني مش نستفيد من التسبقة على الأداء وابدا أطرح التسبقة إنفا ديكلارا اللي هو طرح التسبقة يعتبر منخرط هذا هو الشرط الوحيد وذاك عليك يزمو يبدأ من شارلولان إذا كانت شارلولاني يقول لي ما عادش عنده حق باش يدخل إن شاء الله هكا المعلومة وصلت للناس اللي يسمعون فينا سي إخميس مدام سوف نخليك في كلمة أخيرة شون تحب تقول نحب نقول أنه الأيام التحسيسية هذه هي أيام مفتوحة على مستوى الواحدة الجهوية للتكويل المستمر والترق المهنية لذلك المؤسسات يتصلوا بالوحدة هذه وبمدام ساميرا ويطلبوا كيفية الانخيرات وشمال برامج وكيفية الانتفاع بها لذلك مدام ساميرا تعطيهم المعطيات الكل كيف كيف مالي باختوني غمتاع وننجموا حتى مالوتيكاة والكل ويوجههم ويعطيهم المعطيات الكل مع لدارة الجهوية للتشغيل والتكويل الماني الحاجة الأخرى اللي أحنا حابنا نعملوها زيدا كما قلت بكري المنظومة هي فيها برشم الدخلي دونك فما زيدا احنا قلنا